اني بنقوله انت وزوجتك خد زوجتك وابعد عن العيلة بيت العيلة ده يعني يستحيل لان بيت العيلة ده طبعا ايه هو يعني كويس بس بعد ليلة الدخل بعد الشهر العزل مع ان يعني يقال ان في برضو بتحصل مشاكل بعد كده يعني اللمه نفس البشرية يعني فابعد خد زوجتك وابعد روح في فندق روح في اي حاجة روح في رحلة وزي ما بقولك تعامل معها على انها خططة ولو لقيت الزكر منتصب الى اقصى درجة بنتديله منشطات وبالعرب كده بنتحك عليه بنقوله لو لقيت القضيب منتصب الى اقصى درجة يعني عامل زي الحديدة اوعد دمع زوجتك خليها مدعبة ملامسة هي تمسكه لك بمعنى الكلمة كون الزوجة تمسك زكر القضيب زكر الجزهب وهو منتصب دي بتديله ثقة جمدة جدا 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 يعني زي قلت ايه شفتي انا كويس حقيقي يعني ده انت بتخاطب نفس بشرية فيها اعماق سبحانه من خلقها يعني فبنقوله على الحكاية دي اذا حصل انتصاب ما تجتمعش ما تعملش الاج وخلي زوجتك تعملك مدعبة بايدها وانشالله حتى يعني تعملك قذف بايدها ليه بقى بنترجع له ثقته في نفسه وبتزيل الهموم من على كتافه وبتجرقه وبعدين مرة في مرة يقولك ايه اما الدكتور ده يعني ده هيوعد يوعد يوعد يدماغي قاعد يقول لي ما تعملش الاجه بتاع طب والله لا غزبا عني والموضوع بيجونا كده والله يعني بيجونا مثلا بعد تاني وتالت يوم يقول لي والله يا دكتور انا معلش انا خليفت البروجرام بتاعك وحصل كده وحصل الاجه الموضوع بقى زي الفوت وعلى فكرة بعد كده بيوعد يضحك على الايام اللي هي ايه اللي خض نفسه فيها ووهم نفسه فيها ازد